أكد المدير الفني لاتحاد كرة القدم الدكتور بالحسن مالوش خلال استضافته في برنامج اكسترا تايم أن منتخبات الشباب والواعدين في الأردن لديها نجوم ولاعبون مميزون هم بحاجة لسقل مواهبهم والاهتمام بهم من قبل أنديتهم لبناء منتخب قوي يستطيع المنافسة على إحدى بطاقات كاس العالم في قطر 2022 وحول اختيار جمال أبو عابد لتولي قيادة المنتخب الأول شدد مالوش على ضرورة إعطاء فرصة للمدربين الوطنيين وعدم اللجوء دائما للمدرب الأجنبي مؤكدا أن أبو عابد الأجدر بأن يكون على رأس المنتخب لما يتمتع به من خبرات في كرة القدم المحلية ومن تدريب منتخب الشباب والأولمبي إن شاء الله هذا 20-22 20-22 22 إن شاء الله في قطر شوف الأولاد اللي شفتوهم في الشباب اللي لعبوا ضد إيران وضد سوريا وضد فلسطين هذن فيهم أربع خمسة لاعبين نجوم أنا أعتقد المواهب لما تسقل تصبحها نجم بدنا استمرارية دكتور لازم استمرارية ولازم أجيال تعقب أجيال لأنه اللي عمره 17 سنة و 16 سنة الآن في ممكن يلعب فيه 2022 في المنطقة بالأول الأولاد اللي عند عبد الله القطة مع الأولاد اللي عند أحمد عبد القادر مع الأولاد اللي عند يان الآن الأولمبي معاشنا هو موجود في المنطقة بالأول هذن لما يتجمعوا ويكون عليهم متابعة ودوري قوي ويلعبوهم لأنه الصغار هذن اللي يترشحوا الشباب إذا ما يلعبش الآن في فريق أول وما يتدربش مع فريق أول بشذ محل المستوى فلازم اللعبين الدوليين الصغار متاعنا يلعبوا في الفئات العمرية الأكبر ولعبين منتخب الشباب هذا فيهما اللي يقدر الآن يلعب في فريق أول فمن يلزم المدربين عليش قلنا أنه عمل متكامل يلزم المدربين الأندية ميخليهمش كثير على بنك الاحتياط أو يتناساوهم لأنه عنده واحد أكبر في الفريق يدخلوا بالأجواء يدخلوا بالأجواء ويلعبوا شوي شوي لأنه هذا مستقبل البلد يعني مستقبل النادي ومستقبل ناديه نفس الشيء يعني اللاعب الشاب لما يبرز لازم تعطيه فرصة بسرعة لو تخليه على جنب فترة طويلة يعني الموهبة والحماس متاعه يروح توجه أمس وفدو المنتخب الوطني للتايكواندو إلى العصمة الكرواتية زيقرب للمشاركة في بطولة كرواتيا المفتوحة المصنفة من عيار النجمة الواحدة والتي تنطلق يوم غدنا السبت ويرأس الوفدواء الأبو رحيم ويضم أيضا فارس العساف كبير المدربين ونبيل طلال مدربا وليث عزت مدربا وفرح الأسعد إدارية وسيمثل المنتخب الوطني الأول في هذه البطولة البطل الأولمبي أحمد أبو غوش ورسلان ليبس وأنس العداربة وصالح الشرباتي وبانا ضراغمي وجليانا الصادق وسيتوجه وفد المنتخب الوطني عقب نهاية مشاركته في بطولة كرواتيا إلى اليونان للمشاركة في بطولتها المفتوحة والمصنفة أيضا من عيار النجمة الواحدة والتي تقام في السابع عشر من الشهر الحالي تفوق المنتخب الأولمبي لكرة القدم على فريق ذات راس بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الودية الذي جمعهما على ملعب العقبة ضمن تحضيرات المنتخب للنهائيات الآسيوية المقرر إقامتها في الصين مطلع العام القادم وتقدم ذات راس أولا عبر حازم جودة إلا أن المنتخب عاد بالنتيجة مع نهاية الشوط الأول وسجل التعادل عبر إبراهيم الخب ومن ثم قدم المنتخب أداء مميزا في الشوط الثاني ليسجل هدف التقدم عبر يوسف عبد الرحمن وهدف التعزيز عبر أحمد المحارمة مهمة صعبة للمنتخب الإيطالي عند العاشرة إلا ربعا من الليلة عندما يحل ضيفا على السويد في مباراة الذهاب من الملحق الأوروبي المؤهل إلى مدال روسيا العام القادم المزيد من التفاصيل عن هذه المواجهة في التقرير التالي يواجه المنتخب الإيطالي خطر الغياب عن كاس العالم لأول مرة منذ ستين عاما عندما يواجه نظيره السويدي في الملحق الأوروبي الليلة رغم ثقة مدربه وبعض لعبيه ببلوغ النهائيات إيطاليا التي تتجه إلى ستوك هولم قبل أن تصضيفها الاثنين على ملعب سانسيرو في ميلان تلعب الملحق بعد أن حل ثانية في المجموعة السابعة وحكم عليها بمواجهة خصم من العيار الثقيل هو السويد في ملحق معقد ويأمل الحارس العملاق جانويجي بوفون الذي يذود عن المرمى الإيطالي منذ العام سبعة وتسعين بخوض المونديال الخامس تواليا بعد أن جلس على مقاعد الاحتياط في نسخة ثمانية وتسعين الفرنسية جانبيرو فينتورا المدير الفني للادزوري أكد بصورة واثقة أن إيطاليا التي غابت شمسها عن النهائيات مرتين فقط ستكون موجودة في مونديال روسيا العام القادم من جانبها السويد تخوض الملحق بعد أن حلت ثانية في المجموعة الأولى خلف فرنسا وحجزت بطاقة الملحق على حساب هولندا العريقة وهي صاحبة أفضل هجوم بين المنتخبات الثمانية التي ستخوض هذا الملحق أسيويا تحل أستراليا ضيفة على هندراس الجمعة في ذهاب الملحق القريب بين خامس تصفيات آسيا ورابع تصفيات كونكاكاف المؤهلة للمونديال وتقام مباراة الذهاب في سانبيدرو سولا والإياب الأربعاء المقبل في سيدني للمرة الرابعة على التوالي والخامسة في تاريخها علما بأن أفضل نتيجة لها كانت التأهل إلى دور الستة عشر في ألمانيا 2006 أما هندراس فتبحث عن مشاركتها الثالثة تواليا والرابعة في تاريخها علما بأنها لم تبلغ الدور الثاني في تاريخها وحلت أستراليا ثالثة في مجموعتها في الدور النهائي في آسيا بفارق هدفين عن السعودية ونقطة عن اليابان فخاذت ملحق ناسيويا تخططه بصعوبة أمام سوريا والفوز بهدفين لهدف بعد التمديد إيابا وعلى غرارها حلت هندراس رابعة في تصفيات كونكاكاف النهائية التي يتأهل منها ثلاثة منتخبات مباشرة بفارق الأهداف عن بناما الثالثة